السلام عليكم و السلام و رحمة الله و بركاته الأخ الكريم تسول على أن نسيب ذي الكمات رحمه الله و ذا بمناتو كي يجيو لها شي عجيز و كي أمرها بشي أمور من البداع و من المنكرات كي يقولوا لي أخسكيت حلقي العانى أخسكيته والضيلوذ الكبير عادت لبسي حق الله و كتسول هذا وش جائز و وش عنده شي أصل في الشرع لنا أقول لك أخي الكريم إن النبي صلى الله عليه و سلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد و يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد و يقول كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار أي إنسان سندرش حاجة مع لها دليل لا من كتاب الله و من صحيح ولا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يكن عليه عمل السلف فهو بدعة منكرة مردودة على صاحبها و على قائلها إذن هذا الأمر المنكر اللي بشكي أمره هذا العجيز هدو لهذا السيدة هديرة ظلموها ظلموها في دينها و ظلموها في عقبتها و ظلموها في حقها الشرعي وأن هذا العجيز هدور غادي سوولهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيوجدوا الجواب شنو غي يقول الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يقول من بين الكبائر أو من سلسلة كبائر الدنوب وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فقارن الله تبارك وتعالى العلم القولة والتقول على الله بغير علم قارنوا بشرك بالله سبحانه وتعالى و تقول الله سبحانه وتعالى ولا تقف ما ريس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا هذا العجيز ستقو الله سبحانه وتعالى يخافوا من الله عز وجل يتوبوا الله عز وجل قبل فوات الأول هذا الضلال المبين بشكي أمر الناس وبشكي أمر العيالات اللي توفوا لهم الأزواج ديالهم رغا دي تسولوا عليها أمام الله سبحانه وتعالى وإنما ذلك الشيطان يزين لهن أعمالهن وهم يحسبنا أنهم يحسن صنعا ستقو الله سبحانه وتعالى ما علاقة حلق العانى بعيدة الوفاة ما علاقتها بالليبس الأبيض ما علاقتها ما تنعز بوحدها ما تشوف المراية ما تدير ما تدير ما تدير عند المسائل المضبوطة في الشرع لكي أمرها الإسلام لكي أمر بها الإسلام لمتوفى عنها زوجها كي أمرها باش تلتز من البيت ديها لمدة أربعة أشهرين وعشر بالشهور العربية وما تخرج من البيت إلا لضرورة بالنهار وإلا عندها غرض بالنهار غادي تمشي عند جارتها تمشي للجنان دي لها إلا غير مضيقة بغا تتوين نسمعها شي وحدة ولا بنتها من الجيران تمشي عنده ولكن المغرب يلقاها في الدار وما تصفرش في خلال هذه المدة هذه المسألة الثانية أنها تترك زينة تتحيد من الكوحل ومن الحناء ومن يعني المسواك ومن الريحاء وما تلبس في لبسان اللي هي فيها إطارة يعني شبهة يعني لبسان اللي تتجب النظر فقط هالشي اللي عندها في هاد المدة هذه وإلا بقى صغيرة ما تخطب ما يخطبها شي واحد للزوج إلا كانت بقى صغيرة هاد الأمور اللي خسارتزم بها فهاد المدة اللي هي أربعة أشهرين وعشرة لما إلا كانت هي حملة خلها هالزوج هي حملة بمجرد ودى الحملة غادي غادي تخرج من العيدات ديها فوق من هاد fotograf راح كله بيذع وضلالات ومنكارات ما تشوف المريارة ما عندش الاصل ما يشوفها نجم ما عندش الاصل ما شي صندالة ديلا ما تلبسها شي وحدا اللي ما زال ممزوجة ما عندش الاصل ما بنعز وحدا ما عندش الاصل تلبسي اللي باس البيض بدعة ما عندش الاصل راح هاد عائلتح حدود الله سبحانه وتعالى والله